يبقى لازم نأكد أن السماء فيها الرزق والله سبحانه وتعالى يقول وفي السماء الرزقكم وما توعدوه وعشان كده مفيش مبرر لعدم السعي وعدم الأخذ بالأسباب وإحنا علينا أن احنا نخص بالأسباب ونبذر الحب ونقول يا رب والنتيجة بإيدي الله سبحانه وتعالى وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو بيتكلم عن الناس فمن قضيت له بحق مسلم فإنما قطعت له قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها وكأن قطعة النار دي مش موجودة في الآخرة بس دي كمان في الدنيا أنك تكون بتحرق نفسك وبتحرق اللي فيك أن أنت منتظر فرصة ما تنتظرش فرصة وذلك تعالوا نفكر مع بعض زي نتخلص من هذا الوباء وباء انتظار الفرص ده وباء خوف فوات الفرص الاثنين هم الاثنين أسوأ من بعض لكن الاتزان هو إيه؟ السعي والنظر إلى فضل الله هو ده الاتزان السعي مع النظر لكن إيه السيء بها؟ الانتظار أو إيه؟ أو الانهيار إنك تنهار أو إنك تنتظر لا تفعل ده ولا ده عليك أن أنت تسعى ولذلك الكلام اللي قالوه أهلنا وناسنا كان كلام حلو قوي أنه وهم بيتكلموا عن خطاب الله لقلوبنا اسعي يا عبد وانا اسعى معاك يعني إيه؟ هم قصدين إيه؟ اسعي يا عبد وأنا أدبر لك أمرك هم مش قصدوهم أن ربنا يسعي يعني ربنا بيتحرك أبداً هم بيقولوا أن ربنا بيدبر لنا أمورنا يعني كلما سعيت كلما انكشفت عن قلبك الحجب فرأيت تدبير الله لك اسعى فإن الرزق في الطريق اللهم أنت الصاحب في السفر الرزق في الطريق والسعادة في الطريق والنعم في الطريق ما تخافش ولزيك أول إجراء أنت لازم تستبصر تستبصر في نعم الله اللي عندك لازم كل يوم يبقى عندك من عشر دايق للنص ساعة تفكر في نعم ربنا اللي عندك اللي بدونها ما كنتش تقدر تعيش ولا تقدر تتحرك والله سبحانه وتعالى يقول وإنت عدوا نعمة الله لا تحصوها يبقى أنت إلا حاصل هنا نفهم حاجة مهمة قوي أن ربنا ما طلبش مش أنه بيمنعنا من أن احنا نعد نعم ربنا لا احنا نعد نعم ربنا عشان نغرأ فيها يعني إيه يبقى أنا أنظر في نعم الله سبحانه وتعالى وده وده جزء من مفهوم قولي تعالى بل الإنسان على نفسه بصير بص في نعم ربنا عليك يا شخص ياللي أنت خايف من فوات الفرص شوف ربنا كان من رزقك من نعم من غير حول منك ولا قوة فأنت خايف على إيه خايف على إيه وإنت رزقك مضمون وفي السماء رزقكم وما توعدون خايف من إيه خايف من إيه الله سبحانه وتعالى قال فالله خير حافظ ووأرحم الراحمين خايف من إيه وربنا إيه لك الله لطيف بعباد خايف من إيه واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك خايف من إيه وربنا على لسان حضرة النبي بيقولك لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها طب رزقها وأجلها اللي منك تبهوله الكريم فأنت خايف من إيه دائما أقول لأحبابي كده لو أنت خايف من فوات الفرص والله لو كل الفرص اللي ربنا خلقها فاتت ربنا يخلق لك فرص تاني لأنه كريم متخافش مفيش حالة تفوت مفيش حالة تفوتك واعلم أن الذي أصابك ما كان ليخطئك والذي أخطأك ما كان ليصيبك مش هتألم خلست وعلى فكرة جفت الأقلام وطويت الصحف ولذلك إلا حاصل كل اللي أنت تعمله إن أنت تاخد من مدد الله الذي غمرك به اللي هي النعم التي لا تعد ولا تحصى نور وبركة تبص بها في حياتك ولذلك انظر واستبصر في داخلك ولذلك لازم تعمل ده لازم يبقى عندك من عشر دا إلى نصف ساعة كل يوم تبص في النعم اللي عندك خلي دا يا سيدي إيه خلي دي تفتح باب إيه باب النور على بصرتك وتقول لي نفسك كده يعني بعد من تعمل النصف ساعة دي العشر داقة والنصف ساعة تقول لي كده يا كريم يا ودود ما كنت لتنعم علي بكل هذه النعم وتعلقني بنعمك وتعلقني بفضلك ثم تمنعني حسن ما عندك لسوء ما عنده فوعزتك وجلالك وكرمك إني لا أحسن الظن فيك بأنك لن تقطع عني مددك وأنك لن تمنع عني سعدك فأسعدني يا كريم قول كده قول كده وإنت بتتأمن نعم ربنا عليك حاجة تانية المهمة كمان أن أنت يحصل لك استحضار يبقى هنا كان إيه استبصار وبعدين يحصل لك استحضار لازم تحس أنك ملهم وممدود من الله وتحس أنه عندك عطايا كثيرة كل أنه مده هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك لازم تحس بدا تستحضر أن أنت محل نظر الله ترجمة نانسي قنقر